موضوع ثالث وهو موضوع هام جدا برضو موضوع خاص بجمهور النادي الإسماعيلي وجمهور النادي الأهلي مبارح في مباراة النادي أو قبل مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي شفنا إيه اللي حصل ما قبل بداية هذه المباراة وإيه اللي حصل من سب وقصف وتكسير إزاز لأوتوبيس النادي الأهلي أو أوتوبيس بعد مشجعي النادي الأهلي على طول الحقيقة كان هناك اتصالات دائمة مع الربطة ورئيس الربطة ومع كل المسؤولين في هذا الأمر إدارة النادي الآلي كان لها دور كبير جدا جدا في هذه الأمور لأنه في النهاية خد بالحضرتك أنا ليه باتكلم في هذا الأمر دلوقتي لأنه عندما يتم تطبيق القانون الكل حيحترم هذا القانون يعني ايه؟ يعني مبارح وبناء على اتصالات كثيرة جدا من الربطة ومن مجلس إدارة النادي الأهلي ومن الجميع ومن إدارة القناة الحقيقة برضو طلع بيان من ربطة الأندية البعض شاف أنه هو بيان جيد والبعض للآخر شاف أنه هو بيان غير جيد طيب بعد ما طلع البيان حصل ايه؟ تم القبض على خمس أشخاص وحتى الآن هم في إطار التحقيق إيه اللي حيحصل من الربطة؟ لأن هي الربطة المسؤولة عن هذا الأمر أول ما يخلص التحقيق وتوصل نتائج التحقيق لرابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد ياب سيتم اتخاذ قرارات فورية ضد من أخطأ خد بال حضرتك سيتم اتخاذ قرارات فورية وراضعة ضد من أخطأ لأن الشكل اللي احنا أنا نفسي هشوف جمهوري الأهلي اللي أنا بحييه جمهوري النادي الأهلي تعرض مبارح لكل الاستفزازات من جمهوري الإسماعيلي وأنا بقولها على الهواء مش من جمهوري الإسماعيلي أنا آسف من بعض من جمهوري النادي الإسماعيلي لأن النادي الإسماعيلي جمهور محترم ويستحق أيضا أنه أو كان يستحق الفترة اللي فاتت النادي الإسماعيلي نفسه أنه نقف مش إحنا كأهلوية محبي كرة القدم نحنا نقف وراه وكل الناس كانت مبسوطة أنه هو حيقعد في الدولة المنتاز ولكن اللي حصل مبارح من بعض مش عايز أوصف كلام مش مظبوط ولكن من بعض من جمهور النادي الإسماعيلي اللي عملوا كده في أوتوبيس النادي الأهلي وكان هناك عايز أقول لحضراتكم أنه كان هناك احترام كبير جدا جدا من جمهور النادي الأهلي لهذا الأمر ودخل الجمهور النادي الأهلي والجمهور الحقيقي للنادي الإسماعيلي في المباراة وكل جمهور كان بيشجع فريقه بس ولكن لأنه طبعا ما قبل المباراة والمجهور الكبير اللي عملوا مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أنا بشكرهم جدا على الهواء مباشرة والمجهور الكبير اللي عملته رابطة الأندية وبشكرهم طبعا على الهواء علشان نوصل أن الناس تقبض على الخمسة اللي كانوا واضحين طبعا خمسة أنا بشوف أن ده عدد قليل جدا ولكن صدقوني دي رسالة للجميع رسالة للجميع أنه عندما يتم تطبيق القانون حيكون هناك عدالة في كل شيء تطبيق القانون من كل النواحي تطبيق القانون من كل النواحي يعني اللي عليه حكم يتم تنفيذه اللي بيدرب أوتوبيس عشان يكسره يتوقف أو اللي أنا عارفه أنه سوف تكون هناك عقوبات راضعة ضد هذا الجمهور من النادي الإسماعيلي أو قلة الجمهور من النادي أو ضد مثير الشغب خلينا أقولها ضد مثيري الشغب لأن أنا مش هعمم الحقيقة في هذا الأمر ولكن ضد مثيري الشغب سيكون هناك عقوبات راضعة من ربطة الأندية وبالتعاون مع الشركات اللي دخلها في هذا الأمر علشان نصل إن شاء الله إن احنا الانضباط في المدرجات نشوف الانضباط بشكل رائع مش حضراتكو عايزين ترجعوا بأعداد كاملة وتبقوا موجودين في الاتحاد أو تبقوا موجودين في الاستاد يبقى اللي يغلط يتحاسب اللي يغلط يتحاسب لكن هنفضل بقى نعمل كده وندحك على بعض ونقول كذا ونقول كذا لا اللي هيغلط يجب أن يتم محاسبته أشد الحساب وبالقانون وباللوايا وده مثال صغير جدا لتنفيذ القانون من يتم أو عندما يتم تنفيذ القانون على الكبير والصغير وده بيحصل في مصر بالمناسبة مصر بلد القانون مصر بلد القانون والقانون عندنا بيتطبق على الكبير والصغير اللي بيغلط سواء كان عمره مئة سنة أو عمره أقل من كده بكتير عشان كده أنا بقول لحضراتكم أو كنت لازم أتكلم في هذا الأمر